نحن نتخلص من الضغط الزائد من الناحية الخلفية وهذا ما يتسبب في صدور بخار أبيض عندما يختلط هذا الغاز بالهواء الطبيعي مخففاً الضغط الزائد من مقصورة المركبة الآن نستمع إلى انطلاق مركبة فالكن 9 ودراغون إلى محطة الفضاء الدولية فالكن 9 هو الآن في مرحلة التجهيز وهي جاهزة للانطلاق يبدو الآن العدد التنزلي دراغون سبيس أكس انطلق دراغون نسمعكم انطلقوا ناقص ثلاثين ثانية ناقص خمسة عشر ما ناقص عشر تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد انطلاق وتنطلق فالكن 9 باتجاه مسارها نحو نحن الآن نرى ما هو ممكن لنتمنى كل التوفيق لسبيس أكس في مهمتها التي تنطلق فيها نحو المدار في ثلاثين ثانية الآن من الانطلاق ثلاثين ثانية الآن هذا عمل مهم جدا تنطلق حتى الآن إلى الفضاء كل شيء يبدو طبيعيا هي المراحل الأولى في المحركات التي تؤدي عملها بشكل مطلوب أسرع من شرعة الصوت نرى هنا من الكاميرا الأولى وهي تعطينا منظرا للمرحلة الأولى المرحلة الأولى ممتاز نحن وصلنا إلى القوة العظمى ننطلق بسرعة أكثر وبارتفاع أكبر باتجاه الغلاف الجوي والسرعة تتغير من المرحلة إلى أخرى الإعلان يقول أن هناك انطلاق أو كل شيء يبدو على ما يرام بالنسبة للمرحلة التالية التي ستتغير من المرحلة